اشتركوا في القناة 2021 لحد الآن نمضت سبعة أشهر على إجراء تلك الانتخابات ولم تشكل حكومة لم يعين رئيس جديد لم يعين رئيس وزراء ولم تشكل حكومة والمشاحنات والمبناكفات والصراعات مستمرة بين القوى القوى العملية السياسية والكل يدعي أنه صاحب المشروع الوطني وهنه المكلف لإنقاذ العراق وكل هذه القوى والعملية السياسية مشتركة جميعها منذ عام 2003 لحد الآن في خراب العراق كانت وما زالت أدوات لتدمير العراق والتخريب العراق طوال هذه السنوات فكيف يمكن هو السؤال المهم كيف يمكن لأدوات كانت أدوات لتخريب أن تكون أدوات لأعمار وبناء هذا واحد من الأسئلة المهمة والرئيسية التي يجب أن تبقى في ذهن المواطن العراقي لأن هؤلاء يحاولون خداع الناس بأي طريقة ولا يستطيعون الآن بعد أكثر من 11 سنة الإنسان لا يخدع العراقي لا يخدع بعد خلاص ذهبت الفترة الزمنية السوداء التي كان يخدع فيها المواطن لكن الفترة الزمنية السوداء زمن الكارثة العراقية ما زال جاثم على صدر العراق والعراقي حقيقة عموما طوال هذه الفترة سبعة أشهر الحديث يزداد ويرتفعلا وصلنا إلى عبارة الانسداد السياسي وكأنهم وجدوا ضالتهم في هذه العبارة الكل يتحدث عن الانسداد السياسي يعني لا ترى برنامجا سياسيا إلا وسمعت المتحاورين يتحدثون عن الانسداد السياسي لا ترى حوارا بين أحزاب وقوى هذه العملية السياسية الكارتونية إلا ويتحدثون عن الانسداد السياسي وكيفية معالجة الانسداد السياسي وما هي عوامل الانسداد وهذه الكذبة الكبيرة وهذا الانسداد أيضا به سؤال كبير على يجب أن لا يغيب عن كل العراقي وهذا انسداد هذا لانكشاف الانهيار انكشاف الكذب والخداع والتدليس والسرقة ومحاولة الابقاء على العملية السياسية التي دمرت العراق هذا واقع الحال لا انسداد سياسي ولا محزنه هم يختلفون في إدارة هذه العملية في من يجلس في المركبة الأساسية أو القمرة التي تقود أو القاطرة التي تقود القطار الماكنة التي تقود قطار العملية السياسية التحكم به أو تقوده هم يتنافسون على هذا ويتصارعون على هذا الموضوع ليس أكثر أما شكل العملية السياسية شكل السكة والرائحة المحطات الرائحة المتفقين عليها ذاهب إلى الخراب والدمار ونفس الفساد ونفس الخراب ثانيا وهو المهم أو ثالثا ربما وهو المهم في كل هذه القضية إذا كان هذه الأطراف يعني اللي نقول عنها أنه هي أدوات للتدمير وربما يزعلون عليهم أن يتذكروا أنهم قالوا بألسنتهم ولم نقل نحن يعني ما قال أحد من الشعب العراقي هم قالوا خرج المالكي وقال نحن فشلنا نحن فاشلين وسأل المالكي اللي كان حاورة قال بما فيهم أنتقى نعم حتى أنا كنا فشلنا في دارة الدولة وخرج هادي العامري على المنصة وقال لقد فشلنا في دارة الدولة ونحن نحن مسؤولين عن كل هذا الخراب ورها قال إنه إسرائيل هي المتهمة ليش إحنا معمرنا كذبة كبيرة وخرج عمار الحكيم وقال نحن فشلنا في دارة الدولة وخرج مقتدى الصدر وتحدث قال طوال عشرين سنة مضت قلوا لنا شنو اللي موجود وحشها بواقعية قال خراب ودمار وطائفية وقتل وذبح وبوق ونهب وفساد وخراب ودمار إذن فاشلين الكرة وهو جزء من العملية السياسية وجزء منه تيار الصدري كان جزء من العملية السياسية وهو قال إنه لا يمكن لي عملية سياسية ولا يمكن لي حكومة شكلت ولا يمكن الانتخابات أن تجري إلا بوجود التيار الصدري هو بيضة القبان هكذا قال واليوم حتى الصراع نترككم أربعين يوم نعود كذا مدري شنو هذا محاولات للإعلان إنه لولا التيار الصدري مستطيعون تؤلفون عملية سياسية وتؤلفون حكومة وهذا وقع العال لهذه العملية السياسية إذن الكل قد اعترفوا وكلهم البعيد والقريب اعترفوا بفشله وفشلهم لا يحتاج إلى اعتراف الحقيقة واقع الحال يثبت ذلك العراق من سيء إلى أسوء العراق في أعلى قوائم الفساد في أعلى قوام الخراب دولة هشة دولة فاشلة سميت هشة مجاملة هذه الدول يعني أخرجت هذه العبارة بديلا عن الفاشلة هشة وهي فاشلة دولة فاشلة سياسة اقتصادية سياسة عامة ما بيها صراعات ما بيها الدولة ما تصيدر إلا على أطراف معينة طائفية وخراب وتدمير وجيش غير قادر وميليشيات تتحكم بالشارع ولا يستطيعون هو أمن أمن انغائب يعني خارطة الجوع تكبر وتتسع خارطة الفقر تكبر وتتسع خارطة البطالة تكبر وتتسع المرض تكبر وتتسع خدمات غير موجودة كل شيء غير موجود لا سيادة ولا استقلال ولا احترام هذه كلها موجودة لكن أمريكا فرض على العالم أن يعترف بهذا النظام ويراه نموذل في الديمقراطية والحرية أو خلص انتهت القضية فإذا يعني إذا كنتم كلكم من حزب الدعوة إلى جماعة عمار الحكيم إلى الحزب الإسلامي إلى كل هذه القوى التي في العملية السياسية تعترفون بأنكم فشلتم في في إدارة الدولة في صناعة الدولة في وضع الأسس بناء الدولة فلماذا يعني تطبلون ولماذا يعني تصدعون رؤوس الناس بالحديث عن الانسداد السياسي الانسداد السياسي هذه القضية بينتكم هذه الصراعاتكم من أجل الحكم من أجل كراسي وليس من أجل الشعب يقدم لنا من من منهم قدم مشروعا لبناء العراق طوال هذه الفترة منذ السبعة الشم لا أحد كذبوا وعود وسمعوا الشعب العراق وسمعوا هذا البعود مئات الآلاف من المرات ولم ينفذ منها شيء هذا واقع الحالة الحقيقة هذا هو يعني الفهم الأساسي والحقيقي لقضية الانسداد السياسي هؤلاء لا وجود الانسداد السياسي هناك هناك مشاحنات وهناك صراعات من أجل الاستحواذ من أجل قيادة يعني من أجل التوافق وإعادة ترتيب الأمور كما ترى إيران في العملية السياسية ليس أكثر هذا واقع الحال أعسى المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة